أهلا وسهلا بكم الجديد في الدرس الرابع والستين كلمة اليوم هي كلمة back كلمة مهمة جدا سوف نتعلم استخدامها في مثالين ونأخذ مرادفات كلمة back فقط في دقيقتين الهدف حفظ تسعين بالمئة من المعلومات من أول مرة حوالي عشرين كلمة جديدة لذا ركز معي جيدا الآن get ready اجهز write all the phrases so you need a notebook and a pencil تحتاج إلى قرأس وقلم حتى تكتب جميع العبارات just two minutes and repeat after me five times allow me كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد أما الآن اضغط على عجاب لهذا الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس بالتسلسل حين نشرها back back تأتي بمعنى ظهر أو قفى أو خلف أو تأتي بمعنى رجعة أو سابق أو متأخر نأخذ مثال على كلمة back do you have to go back right away do you have to go back right away هل يجب عليك العودة فورا هيا لنقرأها معا do you have to go back right away do you have to go back right away كررها بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد أحسن تكررها الآن حتى تحفظها واكتبها أيضا المثال الثاني it was a long time back it was a long time back before they were married it was a long time back before they were married لقد مضى وقت طويل قبل أن يتزوجوا it was a long time back before they were married اقرأها الآن بصوت عالي حتى تحفظها بشكل جيد نأخذ مرادفات كلمة back behind behind خلف delight متأخر reverse عكس الاتجاه إذن كلمة back لديها الكثير من المرادفات أهم هذه المرادفات هي الثلاثة التي مرت علينا الآن حاول الآن أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة back 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 بإمكانك استعانا بإحدى الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل اكتب هذه الجملة أسفل هذا الفيديو لتستفاد منها واستفاد منها الآخرين استمر بالمثابرة وشكرا لك على المتابعة وللقاء في الدرس القادم قريبا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر